ده رأي رئيس ترامب في أردوغان قال عليه كده يعني بتكلم على قادة اللي هو كذا وتكلم على أردوغان وتكلم على بوتين وتكلم على كيم أون كوريا الشمالية وقال إنه ده خلال لقاء لمدة 9 ساعات وتكلم على القادة مستبدين أردوغان كيم جون أون ورئيس بوتين وقال وبتقوله نشوف بقى التسجيل مع بعض وهو أنه اتفق أنه مفترض أنه ما يعملش كده لكن بيقول رجل فضيع وأنه أردوغان يا له من رجل فضيع الجميع بيقول يا له من رجل فضيع ده كلام الرئيس ترامب على أردوغان وتكلم بعد كده العلاقات أكثر خسة أكثر خسة كلما كانوا أقصى وأقصر خسة يعني عنده كمان خلي بالك من لفظ خسة أكثر خسة هنا بيصف أردوغان بالخسيس مين اللي بيصف الرئيس ترامب هنا كلامه على أردوغان تكلم على أردوغان بأزيد طريقة المرة التانية رئيس ترامب يهين أردوغان إهانة بيقول لحاكم إهانة بلغة يعني بيقول قبل كده أحمق لا أحمق ممكن تعاد نعم النهاردة بيقول عليه خسيس كمان قال خسيس عارف خسيس مش عارف اسمها إيه قالها الرئيس ترامب في التسجيل الصوتي المصرب من وصف الرئيس ترامب لرجب طيب أردوغان وبيتكلم عنه رجل فظيع مستبد وأكتر من كده خسيس أو أكثر خسة يعني مش خسيس بس لا ده أكثر خسة يعني كمان بيديله أنه ده توصيف ووصف من الرئيس ترامب للرئيس التركي لأردوغان أو الدكتاتور أردوغان أو البلطاجي أردوغان بتقدر تقول كل هذي الأوصاف اللي هو النهاء دلوقتي هو الخسيس كما ذكر الرئيس ترامب سترامب بتكلم شكل واضح على أردوغان وإهانة بالغ تاني بقول إهانة وعايزين نشوف الأتراك هيعملوا إيه وعايزين نشوف الإعلام التركي هيعمل إيه والإعلام القطر هيعمل إيه والإخوان هيعملوا إيه هيعملوا إيه هو أردوغان النهاردة بيشتم ترامب ترامب بيشتم أردوغان هيعملوا إيه وترامب بيشتم أردوغان وبيقولوا إنت خسيس ومستبد وفظيع ورجل فظيع في كل هذي الأوصاف هتعملوا إيه مع الرئيس ترامب هيساعدوا أردوغان إزاي تكلموا ولا خلاص الموضوع ده كأنه ما تقالش ده الإعلام الأمريكي اللي شغال عليه دلوقتي تاني بقى اللي هو احتقار الإسرام بيحتقر أردوغان هذي الأوصاف لا تليق إزاي هذي الإهانة إهانة لأردوغان طبعا بيهين أردوغان وبيهين اللي بيطبلوا الأردوغان وهم بيطبلوا الواحد خسيس كما وصفه الرئيس ترامب لمستبد ديكتاتور كما وصفه الرئيس ترامب لرجل فضيع كما وصفه الرئيس ترامب يا لها من أوصاف بس عايز أقول لحضراتكم رئيس ترامب أحسن أحسنت في هذا الوصف يعني لازم أحييك من هنا من القاهرة آه بحييك هي رسالة من القاهرة إلى واشنطن إلى الرئيس ترامب الإدارة الأمريكية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحييه على الوصف الوصف لأردوغان هو وصف مقدر ومستحق ويستحقه بصراحة أردوغان بصراحة يستحق هذا الوصف أو تهزيق هو بيهزقه تاني بقى آه بيهزقه تقدر تقولها كده